اهلا سهل فيكم من جديد في اخر فقراتنا في البرنامج لحلقة اليوم رح نتكلم فيها عن مقالة لحب الذات للكاتب محمد رجب انتابع وهقول لكم يتمحور الحب بشكل عام حول الاخذ والعطاء فاذا كان المرء يستطيع منح ما يكفي من الرعاية والاهتمام والتعاطف لنفسه فعلى الاغلب يمكنه منح هذه المشاعر للاخرين ايضا هذا بخلاف محبة النفس والانانية التين تقومان على الاخذ والاستغلال وتفضيل الذات لا يمكننا ان نحب الاخرين ما لم نتمكن من حب انفسنا قول مأثور يحمل العديد من المعاني والدلائل ابرزها ان الحب يزدهر ويكبر عندما نقدمه للاخرين لكنه دائما يبدأ عند النفس عندما يحب المرأة ذاته فانه يصبح شخصا افضل لكون ذلك يحسن الحالة النفسية والعاطفية والتي تنعكس ايجابيا على الصحة والحالة الجسدية كما ان حب الذات واحترام النفس يجعلان الفردة يتمتع بعلاقات اسرية دافئة وناجحة كانت هذه المقالة للاستاذ محمد رجب من صحيفة العرب طبعا قالت الدكتورة رضوة ابراهيم استاذ علم النفس في الجامعة الامريكية في القاهرة بان حب الذات شيء اساسي جدا ويعتبر من احد العوامل الرئيسية في تكوين شخصية مؤثرة طبعا ذات قيمة هذا الحب والاعتزاز بيتراجع تحت ضغطات الحياة ما يؤثر سلبا على الانسان سواء كان نفسيا او اجتماعيا لافتة الى ان المرأة قد يمر بمراحل يشعر فيها بالاحباط والحزن وطبعا هذا بيأثر علينا كلنا ما يجعله يرفض ذاته ويقسو عليها طبعا تتطور الحالة تدريجيا حتى تصل الى ازدراء الذات واحتقار النفس طبعا يظهر التأثير السلبي لتلك الحالة في كره المجتمع ايضا والفشل في العلاقات الاجتماعية وربما توثر العلاقات الاسرية كلام كتير طب خلاصة الكلام حب نفسك او حبي نفسك عشان تقدر ترتي اكثر لا تخلي اي احد او اي اطغوطات ممكن تأثر عليك العمر هتعيشه مرة واحدة بس مرة واحدة في حياتك لو نفسك تسافر سافر لو نفسك تجيب سيارة جيب لو نفسك تعطي من وقتك لأولادك وبيتك واسرتك اديهم نفسك تتقاعد تقاعد ومبكر وتاخد المدام رحلة بحرية سويها ليلة طبعا هذا كله زحابة بتسوي في جو من الاسترخاء والكيان الاسري اللي انت حابه اعمله نفسك تقرأ كتاب اقرأ كتاب نفسك تختم القرآن اختم القرآن اعمل كل اللي نفسك فيه لا تقول بعدين او بكرة وتأجل الموضوع عشان انت كده هتنسى انت دايم الاهم والاول في حياتك دايم دمتم بخير ورخاء الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة